وأول ركنية في المباراة تأتي في الدقيقة 25 من اللعبة الركنية لوليام والرأسية لخيطان خيطان يبدعها وخيطان يشعلها في الدقيقة 25 25 حسن الداي حسن الداي الطويل طويل جسمه وأداءه فعلا الطول ينفع في الكرات العالية يا حسن الداي يا فرنسي وهنا هاني الصقرة شوف 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 الارتقاء طويل طويل والكرة يتابعها على طول والكرة داخل المرمى مسجل أول أداف المباراة يكلمون حكم المباراة على أن في شيء الحارس هو اللي رايح لللاعب في اللقطة هذه اللي نتكلم اللي وضحها براسة فهي لقطة ممكن يكون يقابلها لكن برافو برافو حسن الداي حكم المباراة تعطى ثلاث دقايق في الشوط الأول والشوط الثاني الرئيسية لازالت خطيرة جول جول للمدافع الايسر علي عتيج في الوقت اللي كان خيطان هو بيوصل للمباراة في النهاية لكن هذه هي كرة الغدام علي علي عتيج يأتي بالفرج ويسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 47 اي قبل نهاية المباراة بدقيقتين من الوقت بدل الضايع عتيج يسجل هدف لكاغمة يعتبر هدف قاتل جدا هدف قاتل جدا لكاغمة بالمتابعة وايضا الدربكة لعتيج يسجل 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 هدف هدف التعادل واحد 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 ومثل ما صار في لعبة نقول اللعبة النصر والساحل سنتجه ايضا للأوقات الاضافية لان الثلاث دقائق خلاص والهدف في الدقيقة سبعة واربعين ممكن هذي كرة ملعوبة وعتيج اللي صام هجوم ووسط كاغمة ليسجل الظهير الايسر علي عتيج هدف التعادل ويبعث الامل من جديد يبعث الامل من جديد لكاغمة عبدالله الفهد سلم بالدفاع عماد الدين ميشيل ميشيل بحث اللاعب فاضي الى عبدالله الفهد لعب الوسط اللي يتراجع ايضا مع الدفاع احيانا ناصر الفرج مر مر يلعب وين على الجهة اليومية ممكن نعم لكن بحيدة واخيرا توصل لمحمد الفارسي اللي كان في الجهة هو اللي طاهر طبعا محمد الفارسي راح علي اليمين اتكلم ولكن العرسان هو القطع على العموم هذه كرة للفارسي في الجهة اليومية محمد الفارسي عالية سهلة لحارس مرمى نادي خيطان احمد الدوسري حصلها سهلة جدا تقريبا تقول على العشر دقائق من شوط اضافي ثاني ويلبر ويلبر تروح من طلال الانصاري طالب خطأ لعب على الصافر يا طلال انت عندك اندار خلي الركلة ترجيحية الاولى لكاظمة احمد العرسان الركلة ترجيحية الاولى الاردني احمد العرسان يرجع وراه ويتقدم العام قوية قوية قول اول يعني عطى كل ما عنده في الكرات اللي ضاعة وقال لك انا هالمرة بشوت اقوى كرة ويسجن نعم في مرمى احمد الدوسري الحقيقة المتعلق في المضارات في اشواط هالاربعة والان يأتي الدور لخيطان خيطان والركلة ترجيحية الاولى من ويلبر ويلبر البرازيلي هناك اردني سجل لكاظمة الان ويلبر البرازيلي يثبت على نقطة الجزاء والركلة الترجيحية الاولى لخيطان ويلبر البرازيلي نفس المكان اللي لعب على طول منه احمد العرسان ايضا يتراجع بنفس المكان ويتقدم الان في الركلة الترجيحية الاولى لخيطان ويلبر البرازيلي ينتظر كثيرا والآن يتغدم يتغدم ويلعبها يا السلام يا السلام يا السلام على الهدف الحلو والثقة حقيقة هدف حلو واحد واحد من واحد 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 حتى في الركلات الترجيحية شوف شوف وضعها بقدوء وثقة عكس أحمد العرسان اللي لعبها من قلب داخل المرمى يقول لك على الفرص اللي ضاعت على الفرص اللي ضاعت الآن ناصر الفرج البديل الشوط الثاني ناصر الفرج يتغدم وهو الكابتن والقائد بعد ما سحب شارط الكابتن من حمد الحربي بعد نزوله الآن هو من يلعب الركلة الترجيحية الثاني ناصر الفرج ناصر ناصر قهول الوغوية كلات الترجيحية والترجيحية الثانية ناصر الفرج يسجل 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 ركلة ترجيحية ثانية شوف بزاوية والحارس راح بزاوية والآن جون ثان ممكن جون ثان برازيلي قلب الدفاع جون ثان البرازيلي أيضا برازيلي آخر الأول سجل الآن الدور على البرازيلي الآخر الثاني في خيطان ثبت ويرجع وراء ما راح بعيد ما راح بعيد جون ثان ركلة ترجيحية الثانية لخيطان قول قول رافو رافو أيضا يبلل المرمى صاح ويسجل ويكلم أيضا حارس مرمى أحمد دوسري يقول له خلي بالك خلي بالك ركلة ترجيحية الثانية ما راح بعيد أيضا بندر برسلي بندر غول غول سجل هدف ثالث من الركلة الترجيحية الثالث إذن ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين والدور يأتي الآن على حسن انداي حسن انداي اللي سجل أول أهداف المباراة اللي سجل أول أهداف المباراة للعب الفرنسي متافع أيضا قلب دفاع بيقدم للركلة الترجيحية الثالثة كاذ ملعبوا ثلاث ترجيحيات فحطوهم كلهم الثلاثة سجلوهم الثلاثة الآن خيطان انداي يواصل للركلة الترجيحية الثالثة ويبقى التعادل موجود أم يكون هناك سعود الحوشان ماذا يأتي حسن انداي غول غول أيضا يسجل خيطان ثلاثة 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 شوف قوية أيضا رح لها لكن لأنها كرة قوية هي في المرمى هي في المرمى ركلة ترجيحية الرابعة يبدو عبدالله الفهد من عبدالله الفهد نعم عبدالله الفهد ركلة ترجيحية الرابعة الرابعة عبدالله الفهد لاعب الوسط عبدالله الفهد ليلعب كرة حلوة جميلة في دقيقة ثلاثين في الشوت الثاني ان شاء الله ايضا المتعلق احمد الدوسري و لكن الان الركلة الترجيحية الرابعة كافمة بدل الفهد والدوسري بدل الفهد والدوسري صدها 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 حارس المرمى احمد الدوسري احمد الدوسري مثل ما شال عليه الكرة مثل ما قلت في الشوط الثاني في دقيقة ثلاثين ايضا ايضا يشيل الركلة الترجيحية الرابعة عصدها حارس مرمى نادي خيطان والان يأتي دور على ويليام ويليام البرازيلي ويليام البرازيلي هو من ينفذ الركلة الترجيحية الرابعة الحوشان ممكن او يتقدم خيطان عن طريق ويليام تحركت الكرة نعم والذلك راح يعيدها بمكانها هو هو شد شوي ويليام ويليام ثلاث برازيليين سجل اثنين وهذا الثالث هل يسجل ام لا البرازيلي القصير البرازيلي القصير غول غول يلعبها بغوة وخيطان يتقدم في الركلة الترجيحية الرابعة الرابعة الآن هذا قوية غوية غوية على اسعود نعم قوية على اسعود يبدو عقيل الهزيم ترجيحية اما ميشيل من من ثبت ترجيحية الرابعة ميشيل السويدي يواصل ام ينهي المباراة ميشيل 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 الله خلص 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 مبروك 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 خيطان ميشيل ميلاد ايضا يصدها حارس المرمى احمد الدوسري